أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكار بيرتس اتفاق طرفين المتحاربين في السودان على الدخول في مفاوضات لإيجاد حلول للحرب الدائرة بينهما منذ ثلاثة سابيع وذكر بيرتس في تصريحات لوكلة السوشدد بريس أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقا على إرسال ممثلين للمفاوضات التي قد تحتضنها السعودية موضحا أن المفاوضات ستركز في البداية على التوصل إلى وقف إطلاق النار دائم وموثوق ومراقب محليا ودوليا